موسيقى احلى صباح الخير للكم مشاهديننا مع بداية هنهار اكيد عالم صباح جديد مثل العادة من الساعة 10 لغاية الساعة 1 بتوقيت بيروت وفقرات الموضوع كتير رح نحكي عنا اليوم وبالتحديد بدأول صباح الخير لشفشا دي اللي رح بيرفقنا بخلال هنهار صباح الخير غادة اشتاقني لك كيف احوالك شو عاملة بحالك شو عاملة بحالك مغير علي 15 يوم ما شفتك ما خليتش عد عن جد اشتاقتني لك اشتاقت للجميع اكيد انت مشتاقني كمان اشتاقتني كتير لانه زهد جزيف جزيف كنت عم بعرف وعمتصل للاخبار انا فكرتك غايب اليوم بشوفتك الصباح كتير عرفت عملت تسعوية وهيك امرو يا عيد السيدة برحب بالجميع وبعيد كمان الجميع نهارنا رح يكون حلو رح يكون كمان لساعة واحدة مثل العادة فان شاء الله نقدر كمان نبسط كمان او نوصل الفرحة دايما مثل دايما الى قلوب ووجوه شو اخر كتاب اريته اخر كتاب اريته اخر كتاب اريته الظلام والحياة الظلام والحياة من كم لا يمكن من شي من شي سنتين برافو عظيم لأ انا بقرأ كتب ما عندي الهواية القرية انا بقرأ كتب اكيد طبخ كذا واسبا عندي قرية ان اقرأ كتب هيك نيالة اللي عنده عن جد وقت وعنده هالهواية الحلوية انا كتير بحبه بس ما مش صالة هيدا السؤال لليوم عامر الفيسبوك شو اخر كتاب ريتو اذا كنتوا طبعا من الاشخاص يلي بيحبوا قراءة الكتب وهيدي هواية دايما هيك بتتفعل اكتر بفصل الصيف حلو انه صرنا عم نشوف اشخاص او يعني اذا بدكم مراهقين عم بيكفوا انهم يقروا موجودين انا عم بلتقى فيهم اوقات اذا كانوا على البحر او هيك مش كل الوقت على السليلير وتقبات لأ شفت عدد منهم عم يقروا وهيدا الشي كتير حلو بساطة فرحت للموضوع لانه هيك الاشاعة دايما بتقول انه ما بقى عم نقرأ ما بقى عم نقرأ الكتاب ما بقى موجود حدنا دايما انبساطة انه بعده موجود هالشي ان شاء الله تقدر دايما تكون موجودة عادة قراءة الكتب لانه دايما هي مفيدة وبتعطينا افاق كتير 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 حلوة والكتاب مثل ما بيقوله خير صديق بعد المقولة ما اتغيرت اليوم عنا كتير فقرات بعالم الصباح خلينا نشوف شو هي بحلة اليوم من عالم الصباح منتابع لابراج مع كارمن عصحة السلامة مع ديوة اسباب مفاجأة لأوجاع يمكن منعاني مننا كل يوم وما منعرف ليش شو لبسوا نجوم بتين تشويس اووردز معلمة بيشوفي وقفة خاصة مع دكتور الفريد كرم وبروبيوتك بلوس وبخصوص الجمال مع جين حلقة مخصصة لمكياج الصبايا وتنحيف الرقبة مايا بتستقبل اتصالاتكن وبتجاوب على اسئلتكن بولادة بالدنيا ديوفنا بعرفونا على مهرجان الطائرات الورقية ديوفنا بعرفونا على مهرجانات المنصورية ورشة ملح مع شبشادي على الرزب الأوزي قبل ما ننتقل لعند كارمن ونبدأ فقراتنا لليوم بدأت شارك أنا وياكم بهالحدث يلي رح بيصير بكرة بـ 21 أب بفندق لورويال الضبي الحدث له علاقة بـ 3 سنين ما رأيت وخلالها 3 سنين كان في مشروع تعزيز المشاركة المدنية الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وهو لدعم المجتمع المدني اللبناني لتقييم أفضل لكل القضايا واتخاذ المبادرات المطلبية يلي إلي علاقة فيها واشتغلوا على تمكين المجتمع المدني اللبناني وزيادة فعاليته وقدرته على المشاركة من خلال منح مالية محددة لمشاريع ممكن جدا أنه تستجيب لحاجات المواطنين واستفاد مننا حوالي 12500 مواطن لبناني منها البرنامج هذا عبر المنح مثل ما قالت والخدمات المقدمة إلى 43 منظمة موجودة وعم تشتغل على كافة الأراضي اللبنانية إذن بكرة الحفل الختامة تحت عنوان نحو التغيير المجتمع المدني 2020 الحفل لح بيصير بمشاركة تقريبا 300 ناشط اجتماعي وممثل عن منظمات المجتمع المدني بالإضافة إلى أعلاميين وطلاب جامعات حتى يستفيدوا من كل هالخبرات خبرات المنظمات يلي شاركت بها المشروع بدأ ديف كمان أنه الحفل رح يتزامن مع معرض لشركاء بيص من كافة المناطق اللبنانية هالشي يلي أتيح فرصة للمشاركين للتشابك وتبادل الخبرات وفتح مجالات التعاون إذن بيك ضمن يعني مختلف المناطق اللبنانية إن شاء الله يقدروا عن جد يكونوا استفادوا من كل هالأمور لأنه المجتمع المدني عنا دايما فاعل وبحاجة كتير لدعم وهو الشي اللي عم نحسه دايما بوقت الأزمات رح ننتقل لحد نكون هلأ مع الأبراج أكيد معك صبحكم بالخير اليوم الأربعة عشرين أب أغسطس الأمر بعده مرافقنا من برش الجوزاء الهوائي حتى منتصف النهار بتوقيت بيروت بينتقل من بعدها لبرش السرطان فكيف رح بيكون نهارنا منبلش مع برش الحمل بالنسبة لك مولود برش الحمل العجقة الكبيرة عندك قبل الظهر بعد منتصف النهار بتصير الأجواء شوي شخصية بتبعد عن العجقة يأما بتقضي نهارك بالبيت أو بتقعد بالمكتب إذن إذا في عندك معاملات إذا عندك اتصالات حاول تقوم فيها قبل الظهر وبعتبر المولود الأوفار حظة سبع عشرين لواحد وثلاثين أذار مارس ننتقل لبرش الثور بالنسبة لبرش الثور الجو عندك جيد مع بداية تحركات مع بداية حل حلة بمسألة مفاوضات أو فيه يمكن قضية بدك تحكي فيها هيدا الشيء بيبلش يبين بعد منتصف النهار بتوقيت بيروت وحتى بيكون عندك القدرة أكتر على التفاهم أو حتى توصل فكرتك بعد الظهر أو المسا بعتبر المولود الأوفار حظة بعده تحت أثير كوكب بلوتو الإيجابي هو واحد واثنين وثلاثة أيار معي بنكمل مع برش الجوزاء قبل الظهر وبعض الظهر مهمين جدا بالنسبة لألك انت صاحب القرار انت صاحب المبادرة انت اللي بتقدر تقرر هناك حركة واسعة اليوم وبالتالي ما تخلي هيدا نهار يمرء مرور الكرام حتى إذا بدك تناقش المواضيع المالية فيك تتركها لبعض الظهر كمانا بيكون أفضل أما القرارات المهمة جدا فيك قبل الظهر تخدها بيبقى المولود اللي عنده نشاطات كتير كبيرة اليوم هو مولود شهر عزائران يونيو تحديدا موليد 15-16-17 عزائران يونيو بيكمل مع برش السرطان حوالي ساعة 12 الظهر توقيت بيروت بيوصل أمر لبرشك من هلأ لوقتها ما في جواب ما في حسم كل شي بعضه ناطر المسائل عالقة وهناك نوع من ضبابية بالأجواء ابتداء منتصف النهار تنقلب الأمور لصالحك وبتفتح صفحة جديدة هالصفحة الجديدة انت بتقدر تحط عنوين العريض وعلى الأرجح اللي علاقة بتطور مادة أو بربح أو بمكافأة لألك والأكثر حظا حاليا هو بعده 19 تموز يوليو منكمل مع برش الأسد من هلأ لساعة 12 الظهر أمورك ميسرة في مين يساعدك وكلامك يصل إلى الأذان المعنية ابتداء منتصف النهار وقت الأمل بيوصل لبرش السرطان يدخل مولود برش الأسد بفترة مريوحة انتظار ترقب ما في شي تقريبا بيمشي مثل ما أنت بدك لكن ما ضروري أبدا وما لازم أبدا أنك تنرفز وتعصب وتنزع لمشاريع بالعكس تماما لكن خذ الأمور مثل ما هي بيبقى لأكثر حظا 29-31 تموز يوليو واحد أب آوستوس ما نكمل مع برش العذراء نهار جيد لبرش العذراء قبله الظهر شوي بعده تقيل بتحس حالك يمكن بتفيق من النوم مزعوج ومدايا لكن طمن بالك هناك حل حليه هناك انفراش هناك حماس وهناك تفاقل امتداء منتصف النهار لذلك مولود برش العذراء عمول كل مشاريعك بعد منتصف النهار أو إذا بدك بكرة وبعد بكرة والأنشط رح بيكون اليوم هو مولود شهر أب آوستوس بعد الظهر والمساء منكمل مع برش الميزان ما بينخاف عليك مولود برش الميزان لكن إذا بدك تقرر عندك اتصال زيادرة أو خايف من شيء قبل الظهر يمكن ميسر ومسهل أكتر هلأ بعد الظهر منه صعب فيه ضغوط وبتحس حالك أنك ملحوق ندفي لكن هيدا نهار أنا بعتبره بشكل عام بعتبره إيجابي مع احتمال أنه يكون الإيجابيات دسمة ومسهلة أكتر من هلأ لساعة 12 الصبح والظهر وبيبقى المولود الأنشط والأوفر حظا هني موليد شهر أكتوبر 2021 الأول مننتقل لبرش العقرب وأخيرا بلجت لسيحها الغيمي يلي مبلش معك من نهار السبت إذا مرجعنا لنهار الجمعة الماضي في حال حالة ملموسة جدا مع نجاح مع انتصار إذا بدك أو إنجاز ابتداء منتصف النهار ومكمل هالجو الحلو يومين يعني أنت اليوم مولود برش العقرب إذا عرفت تتفيدأ المشكل صباحا حط حالك بجو الانتصار والإنجازات الحلوي عفوا ولكن ضلك حذر ما تستعجل ما تجازف مولود 5-6-9-10-20-20-20 ننتقل لبرش الجدي عفوا لبرش القوس بالنسبة لبرش القوس الجو عندك اليوم في تفائل في خروج من مشكل أو من ورطة أو من أزمة ويمكن تندم على كلمة قلتها بغير محلة مبارح أولت مبارح وحاول ما تقولها اليوم صباحا لطف الأجواء هناك انفراج كتير كبير ابتداء منتصف النهار فما تنزعه ما بتحرز وابعتبر المولود الأكثر حظا رح بيكون مولود 16-17-18-19-19 كانون الأول ديسمبر من التالي لا برش الجدي عجل مولود برش الجدي قبل ما تغيم عندك الأجواء من هلأ لساعة 12 جيدة لا بأسابها ما كتير بعد في وفي وقت لكن بتقدر اتيسر أمورك ابتداء من الساعة 12 الظهر بتوقيت بيروت تحس انه بلشت تتعرقل بلشت تحس انه هالباب اللي كان مفتوح قدامك هالفرصة اللي كانت موجودة قدامك هالشخص يلي وعدك من يومين 3 أو في السابق بمساعدة نوعا ما صار ضدك أو من روينه اختفى هيدا هو الجو المعقول يكون بنتظارك ابتداء منتصف النهار فعمول حساباتك منيح وعمول حسابك انه هالجو مكمل بكرة وبعد بكرة الاقل حظا بعده 2 و3 و4 كانون التانية نعير ننتقل لبرشد دلو مولود برشد دلو انا محلك بعجل بهالساعتين وبشوف شو بدي اعمل بشوف شو هو المسألة او شو هي المسألة المعرقلة يلي مستعجل عليها وما بديها تمد يومين و3 وخلصها بهالساعتين ابتداء منتصف النهار بتوقيت بيروت مولود برشد دلو نوعا ما بيدخل بمعمعة من الانشغالات من المواجهات ما بتعود تهدى الجو تقيل الكل بده منك حتى ولادك والعائلة وأحبائك وانتبه لمسألة قانونية وإدارية بيبقى المولود الاكثر حظا نسبيا 27 28 29 كانون التانية يناير اخر الابراج برش الحوت اليوم مولود برش الحوت بكيف بتهيس بتحتفل بحلحلة بتحتفل بعودة لشخص غائب أو شخص كانت مختلف انت معه هناك لقاء هناك عناق هناك مصالحة ابتداء من منتصف النهار بتوقيت بيروت لكن بدك تنتبه احتمال أنه اليوم بكرة وبعد بكرة أحد الأحبة نوعا ما يعزبك يمكن لأسباب صحية بجميع الأحوال بيبقى الجو كتير حلو خاصة لموليد 87 أدار مارس بختم مع مولود اليوم بالنسبة لمولود اليوم هايدي سنة بعتبرها جيدة جدا لكن ضروري تهتم بحالك أكتر بمسائل كانت يمكن العلاقة بشهدات ورشية عمل لإعادة تأهيل أو لحتى تقوي مؤهلاتك وكفاءاتك شهر أب أغسطس ديسمبر كانون الأول ثم نيسان أبريل هنه أفضل أشهر إلى اللقاء بكرة أبراجي تيدي باي باي مرسي لألك كارمن على كل هالهيك الأبراجي اللي إن شاء الله تكونوا أخذتوا مننا الشئ اللي هو دايما إيجابي رح ننتقل هلأ كمان للإيجابية للنشاط مع جورج وحتى نبدأ نهارنا مع الرياضة وما تنسوا دايما فيكن تتواصلوا مع جورج عبر الفيسبوك الخاص موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لانه ممكن واكيدة انه ببعدون عن كتير اشياء انتو بتخافوا منها يمكن ظهرات زيادة يمكن تعاطي مع اشخاص ما بتحبون يمكن تعاطي امور كمان هي ممنوعة الى اخره فشجعوهم ادمى فيكن على هالشغلتين لحتى يقدروا يمض وقتون نحن اخذوا بريك ونرجع ان تابعا